تتخوف الأطراف الدولية من أن لا تصل المساعدات المالية الطارئة التي أقرها المانحون الدوليون إلى الشعب اللبناني بشكل مباشر وأن تضيع المساعدات في دوامة الفساد الحكومي أو أن تصل إلى يد حزب الله الموالي لإيران وذلك بعد إجماع دولي على مساعدة لبنان في محنته إثر انفجار مرفأ بيروت الهائل في الرابع من آبل جاري والذي أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف فضلا عن تشريد نحو 300 ألف شخص ورغم التعاطف العالمي مع لبنان وإعلان الكثير من المؤسسات الدولية عن مساعدات مالية وطبية وإغاثية إلا أن المساعدات المالية المباشرة لدعم إعادة إعمار بيروت غابت تماما بسبب مخاوف من ابتلاع شبكات الفساد وعلى رأسها حزب الله لتلك المساعدات من جهة وعدم الثقة في الحكومة الحالية برئاسة حسان دياب من جهة أخرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وخلال زيارته إلى لبنان عقب انفجار المرفأ أكد أمام حشود من اللبنانيين الغاضبين في بيروت أن الدعم الذي ستقدمه باريس إليهم لن يذهب إلى ما وصفها بالأيد الفاسدة لسيما وأن التحقيقات الأولية بشأن الانفجار أوضحت أن الفساد والإهمال الحكوميين وراء الاحتفاظ بمادة نترات الأمونيوم لسنوات في ميناء بيروت قبل وقوع الكارثة وفقا لوكالة رويترس فالمجتمع الدولي على علم بمعاناة اللبنانيين من شبكات الفساد المتغلغلة في المؤسسات اللبنانية حيث أكد ممثل العديد من الدول على رأسها فرنسا أن المساعدات الفورية التي قدرت حتى الآن ب298 مليون دولار بجانب تعهدات مالية على المدى البعيد مقرونة بتغييرات تنفذها السلطات في لبنان وفي مؤشر على انعدام الثقة بين بيروت والمانحين الدوليين حتى قبل الانفجار فإن محادثات سابقة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي تعثرت بسبب الفساد وغياب الإصلاحات وقبل انفجار مرفأ بيروت فإن لبنان شهد وعلى مدار شهور تظاهرات حاشدة طالبت بوضع حد للفساد ووقف التدخلات الأجنبية في هذا البلد الذي تلعب إيران فيه دورا تخريبيا عبر حزب الله الذي يختطف الدولة كما يؤكد اللبنانيون